بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليم كثيرا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لازلنا في سسلة دروسنا في مادة فقه واحد للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول لعام 1442 واليوم بإذن الله سنبدأ في وحدة ثامنة وهي الوحدة الثامنة في مادة الفقه وهي الشركات سنتعرف على ما هي أنواع الشركات ونميز بين الشركات المباحة والمحرمة ونقارب بين الأسهم والمستندات ونوضح كيفية التعامل مع الشركات في بداية الأمر لدينا الجدول التالي نستنتج من تعريف عقد الشركة من خلال الجدول التالي ضعي علامة صح بالفهم ما المراد بالشركة وعلامة خطأ بالخيارات التي لا تتوفر فيها الشركة الشركة لا تكون إلا تابعة للدولة إذن نستنتج أن الشركة هي عبارة خطأ تكون تابعة للأفراد ليست تابعة للدولة الربح ليس من أراضي الشركة خطأ فيكون الغرض منها هو الربح قد تكون الشركة مؤسسة فردية لشخص واحد وهذا خطأ لأن كلمة شركة فإنها تضم أكثر من شخصان قد تكون الشركة ملكة لأفراد العائلة أو عدة عوائد نعم صحيح قد تكون الشركة مفتوحة لمن أراضي المشاركة من الجميع نعم صحيح قد تقوم الشركة بعمل واحد وتقوم بعمل كثير نعم صحيح الشركة تكون أحيانا أهلية وأحيانا مشتركة بين أهالي وحكومة نعم مثل بعض الشركات الشركات الكهرباء وغيرها الشركة تساهم بتنمية البلد تطويرها نعم صحيح الربح من أهداف الشركة الأساسية الشركات قد يشترك من ملقيتها الرجال والنساء نعم إذن الشركات في الإسلام يقول الله تعالى في ذلك في حكمها وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم والخلطاء هنا الشركة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا ثالث الشركين ما لم يأخن أحدهم وصاحبه فإن خانه خرجت من بينهم إذن حكم الشركة أو الشراكة حكمها جائز جائز طيب هناك شروط في الشركات أن يكون النشاط مباحا هذا الشرط الأول يعني يكون نشاط الشركة من مثلا أشياء مباحة مثلا بعض الشركات المقاولات شركات مثلا في الملابس شركات في الأغذية هذه مباحة أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من رأس المال معلوم يعني محمد مثلا بدخل بأربعين ألف أو خمسين ألف وخالد دخل بستين ألف وهكذا كل واحد من النصيب معلومة أن يكون نصيب كل واحد من الشركة معلوما عند الربح يعني بما أنه دخل بأربعين إذا نقول ربحه أربعين بالمئة والآخر ربحه ستين بالمئة والثالث ربحه مثلا عفوا إذا يوجد شخص ثالث من ربحه ثلاثة بالمئة والرابع وكذا فيكون الربح معلومة أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من ربح مشاعن أي في نسبة مثل ما ذكرنا قبل قليل مثل ما ذكرنا قبل قليل لا يشترط في الشركات كلمة شركة هل يشترط التساوي إذا لا يشترط في الشركات التساوي في الملك يعني يجوز الشخص يدخل بـ 20% بـ 5% بـ 10% بينما الآخر يدخل بـ 80% 95% وهكذا ولا يشترط تساوي أيضا في الربح بأن لا تساوي في الملك إذا لا يتساوي في الربح الشركات تنقسم عندنا إلى أربع أقسام وهي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الأبدان والرابع هي شركات المعاصرة حيث لم تعرف قديما هي شركة التضامن وشركة المحاصة شركة العنان هي اشتراك اثنين أو أكثر بمالهما يعني يشترك مثلا محمد بـ 50% وأحمد مثلا بـ 40 ألف وكلاهما يعملان في هذا المجال يعني يشتركوا بالمال والبدل إذن يعملون يعملون كلاهما هذا مثلا على شركة العنان شركة المضاربة دفع مال لمن يتجربه والربح بينهما يعني مثلا خالد يدفع له يدفع من ماله 100 ألف هذه مضاربة 100 ألف ويقوم محمد مثلا بدفع مثلا يذكر عندكم دفع صالح لخالد 100 ألف يتجربها في شراء التمور على أن لي صالح رب المال 7% وخالد 3% إذن واحد يدفع مال والشخص الآخر يعمل أما العنان كلهما يدفعون المال كلاهما يعملون ويقوم بينهما نسبة شركة الأبدال هذه ليس فيها مال فقط كسب مثلا مزارعين يشتركون في عمل واحد خياطين سباكين فهذه لا خسارة هنا لعدم وجود رأس المال شركة التضامن وهي الرابعة التضامن وهي اشتراف اثنين أو أكثر بحيث مسؤولاء يكونوا مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة يعني مثلا لو صار وأصبحت الشركة مفلسة ولو صفيت الشركة فتبين قيمة موجوداتها 300 ألف بأن يطالب كل واحد منهم بـ 300 ألف مال الخاص في استكمال الدين فيكون تضامنهم في الديون الشركة الخامسة شركة المحاصة وهي شركة غير مسجلة رسميا تنعقد بين شخصين أو أكثر على أن يتولى العمل فيها أحد الشركاء باسمه الخاص يعني مثلا يقول دفع صالح مليون ريال لأخي خالد الذي يملك معرض سيارات وذلك إنشاء شركة محاصة بينهما فكان خالد يشتري السيارات ويتعامل مع آخرين باسمه الخاص وهي أصل المال من وين؟ من صالح فالرح بينهما والخسارة على حسب رأس المال وهذه كلها شركات جديدة حكمها هذه كلها الشركات الأولى حكمها مباحة وجائز التصرف فيها وحكم شركة المحاصة أيضا جائزة إذا ما استقفت الشروط العامة هذه بالنسبة لشركات النوع الأول وهو شركات الأشخاص النوع الثاني لدينا وهو شركات الأموال من كلمة أموال إذن تكون الشراكة بأنواع الأموال مشختلفة مثلا شركة ذا مسؤولية محدودة وهي مؤلفة من اثنين أو أكثر بحيث لا يزيد عن خمسين شريك وتكون مسؤولية كل منهما عن ديون الشركة بقدر حصم المال يعني مثلا أنشأ صالح وخالد شركة ذات مسؤولية محدودة مناصف بينهم وبعد فترة تراكمة ديون على الشركة حتى بلغت مليون ريال فلما صفيت الشركة تبين أن قيمة موجوداتها 300 ألف فماذا يفعل يصبح هنا يعطى الدائن مبلغة تصفية الشركة أما الدين الزائد فإنه لا يسقط ويطالب صالح وخالد بدفع هذا المال هذا بمعنى شركة ذا مسؤولية محدودة وهو النوع الأول النوع الثاني طبعا حكمها جائزة متما سوفت شروط الشراكة لكن بشرطان أن يكون شركة المسؤولية المحدودة معلنة أمام الجميع معروف وأن لا يكون القصد فيها مخادعة لأحد والتغرير الشركة الثانية شركة المساهمة وهي شركة ذا شخصية اعتبارية مقسمة إلى أسهم متساوية وتطرح لإكتتاب العام مثل الشركة الشركة السعودية شركة سابق شركة الصلاة هذه جميع تكون في رأس مال هناك أسهم متساوية تطرح في السوق لتداول ويأخذون الناس يشترون منها ويتداولونها بحيث يصل في الشركة الواحد يعني أسهم الشخص أو شركة الشخص أكثر من ألف بالربع ما ملايين الأشخاص وهذه جائزة من حيث الأصل جائزة من حيث الأصل هذه كلها من الشركات المباحة هناك شركات محرمة في الدين وسيأتي توضيحها الآن من الشركات المحرمة في الدين على حسب نوعية الشركة هناك شركات أصلها الغرض منها محرم مثل مصارف ربوية أو إتجار مخدرات أو إعلام ساقط هذا كله محرمات أو شركات مختلطة فيها أسهم يعني أسهم مباحة وهناك بعض الأسهم تكون فيها محرم مثلا تكون بعضة معاملات فيها ربوية أو يأخذون قروض ربوية فهذه شركة مختلطة فنبتعد عنها والشركات المواحة مثل ما ذكرنا من أغراض الإباحة وهذه معنى الشركات أتمنى بإذن الله كل شيء واضح لكم طالباتي وحبيباتي هذا والله أعلم وأتمنى لكم أوقات طيبة استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع